هل الذي ينوي الخير له الأجر كاملاً إذا لم يفعله لعذر؟ جاء عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالاً وعلماً فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقاً فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالاً فهو صادق النية يقول لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجره ما سوى الحديث يدل على أن النية الصالحة سبب في كتابة الحسنات والأجر إذا كان عاجزاً أما إذا كان قادراً على العمل كله أو بعضه فإن الأجر إذا عمل فقول فهما في الأجر سوى حمله بعض العلماء على استوائهما في أصل الأجر لأنه عندنا أصل الأجر وعندنا المضاعفة أي عمل صالح له أصل له أجر أصلي وله مضاعفة مثلاً إذا واحد صدق مثلاً بعشرة لكن الله يربيها سبحانه وتعالى ويربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل كذلك من قرأ حرف من القرآن له عشر حسنات هذا أصل العمل لكن ممكن تصير العشرة تصير مية وألف وأكثر المضاعفة فقالوا إذا واحد نوانية صالحة وما عنده قدرة يعمل لكن قال لو أن لي مال فلان عملت بعمله فهو يؤجر مثله في أصل العمل أما المضاعفة تبقى ميزة للعامل تبقى ميزة للعامل الذي عمل فعلاً طيب فإذا النية الخير يؤجر صاحبها واحد رأى واحد مسجد بناه واحد قال لو أن لي مالاً بنيت مثلها المسجد أو أكبر يؤجر سبحان الله العظيم يؤجر رأيت مثلاً مدرسة خيرية منشأة خيرية قلت لو أن لي مالاً كان عملت مثل هذا تؤجر عليها أجر عظيم إذا كنت صادقاً ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام